بسم الله الرحمن الرحيم عزائي طالبات الصف الاول السنوي اهلا وسهلا بيكو مع حلقة جديدة من حلقة حساب المثلثات والدرس النهاردة ان شاء الله بعنوان التمثيل البياني للدوان المثلثات يلا نبدأ النهاردة ان شاء الله عاديين نعرف ازاي هنمثل دلة الجب دي اللي هي الجاه بص كده بيقولك ايه لو عندي دلة سيتا تساوي جاه سيتا عاديين نمثلها بيانيا انا عاديين نشوف شكلها البياني عامل ايه داي ما عملنا بلي كده الدلة التربعية النهاردة عاديين نشوف الدلة اللي اسمها جاه سيتا مبدأيا بنعمل جدول وبنحط فيه سيتا قيم من عندنا اي قيم طبعا بنحب دايما نحط قيم موجبة وقيم ايه سالب وطالما بدنا بتكلم على سيتا ده قياس زاوية فممكن نقول ايه نبدأ بيه سالب تلتمية وستين درجة وسالب ميتين وسبعين وسالب مية وتمانين وسالب تسعين وسفر وتسعين ومية وتمانين وميتين وسبعين ممكن نجيب بقى قيمة تتدلة منين ان انا نعاوض عن الجا سيتا هنحط السيتا دي بكام سالب تلتمية وستين واعملها بالقالة صين سالب تلتمية وستين ايطلع سفر نعاوض بالقالة عن السيتا دي بسالب ميتين وسبعين يبقى انا هجيب بالقالة ايه صين سالب ميتين وسبعين هتطلع في القالة واحد خد بالك الدوال دي احنا حفظينها مفروض دي بنسميها دوال مسلسية خاصة دي المفروضة انا حفظها بس انا بعملها بالقالة عشان ما حفظها واشه هجيب القالة صين مية وتمانين هتطلع سفر هجيب سالب تسعين هتطلع بسالب واحد هجيب صين سفر تطلع بسفر صين تسعين تطلع بواحد صين مية وتمانين تطلع بسفر صين ميتين وسبعين تطلع بسالب واحد ولو كنت جبت كمان صين تلتمية وستين كانت هتطلع بسفر تعالا بقى نشوف هنرسمها ازاي هنعمل محور بتوعنا بدلا ما اكتب عليهم سين وصاد ممكن اكتب عليهم سيتا ودلة سيتا هنبدأ نقسم المحاور بتاعتنا زي ما بقولك هنبدأ نقوله طبعا دي نقطة البداية سفر وبعد كده تسعين درجة مية وتمانين درجة متين وسبعين تلتمية وستين وفي الشمال سالب تسعين سالب مية وتمانين سالب متين وسبعين سالب تلتمية وستين انا وصلت هنا لقيت اعلى قيمة للدلة هنا كانت موجب واحد فكتبت واحد المحور ده ممكن اكتب علي واحد اثنين تلات بس هو اعلى قيمة عندي واحد خلاص كفاية واحد واقل قيمة كام سالب واحد حلو او تعال بقى نشوف هنحط النقطة دي ازاي طبعا كلنا عارفين سالب تلتمية وستين وصفر معناها تقع على المحور بتاعنا اللي هو محور السيتا وتبقى عند النقطة اللي انا وضحتها دي طب فين بقى سالب ميتين وسبعين وواحد قادي السالب ميتين وسبعين واطلع واحد هتبقى النقطة دي طب فين سالب مية وتمانين وصفر خد بالك لو بتلغبط من السفر ده هي السالب مية وتمانين كيمة السيتا ولا كيمة الدلة لا دي كيمة السيتا يبقى على محور السيتا ونحط دوية سالب مية وتمانين النقطة دي طيب عايدين نجيب سالب تسعين وسالب واحد السالب تسعين هنا والسالب واحد يبقى عن ذل تحت تبقى سالب تسعين وسالب واحد سفر و سفر لنقطة الاصل هي دي. تمام. تسعين وواحد هي النقطة دي. مية وتمانين وصفر يعني السيتا بمية وتمانين ومش هنطلع حاجة. تبقى هي على محور السيتا. ميتين وسبعين وسالب واحد يبقى هننزل تحت عندي السالب واحد. لو كنت كاتب هنا تلتمية وستين كانت هتطلع قيمتها سفر. هي النقطة دي. نرسم بقى المرحنة. هنوصله بأيدينا. حتى لو ايدينا تهزت شوية ما يحصلش. حاجة. هو ده المنحنة بتاعنا. بوصله بأيدي كده دي ما انت شايف. هو ده المنحنة بتاعنا. انا زودت حتة هنا ليه? وهنا كمان ليه? عشان هو ما قالش من سالب تلتمية وستين لغاية كاب. ولا من سالب تلتمية وستين لتلتمية وستين. لسبها لي مفتوح. طب وهي ايه قيمها? آه المجال بتاعها هنا من سالب مالة نهاية لموجة بمالة نهاية. يبقى المجال بتاعها هنا من سالب مالة نهاية لموجة بمالة نهاية. فإحنا خدنا حتة اشتغلنا عليها شكل منحنة كله هيبقى بالمنظر ده حتى لو كم منها عادينا نشوف ملاحظات على المنحنة ده أول ملحوظة بقولك عليها إن أكبر قيمة للدلة هي واحد بص كده عند التسعين درجة القيمة كانت بواحد عند السالب مئتين وسبعين القيمة كانت واحد بدي اسمها القيمة العظمى للدلة تفتكر الكيمة الصغرى فين؟ فين أصغر قيمة للدلة؟ بص كده الكيمة الصغرى عند سالب واحد سواء سالب تسعين كلمتها سالب واحد الدلة أو متين وسبعين كلمتها سالب واحد الدلة ببقى الكيمة الصغرى للدلة هنا كان سالب واحد ممكن أقولك إيه بقى؟ أقولك المجال من سالب ملا نهاية لمجمع نهاية يعني الجدول اللي أنا كتبته ده ده شوية أرقام من عندي كان ممكن أغير كان ممكن أحط أرقام تانية بس أنا اخترت أرقام أنا عارفها تمام طب فين بقى المدى بتاعة الدلة هو أكبر قيمة كام للدلة أكبر قيمة واحد وأصغر قيمة كام سالب واحد المدى من الصغير للكبير يبقى المدى من سالب واحد لغاية واحد ليه قفلتهم وفوق المجال مفتوحين أولا السالب ما لنهاية والموجب ما لنهاية دي ليست أعداد فمش ممكن أقفلها دي دايما فترات مفتوحة أما القيمة اللي اسمها سالب واحد أنا وصلت لها يبقى أنا وصلت للدلة عند المتين وسبعين كانت كيمة الدلة سالب واحد وعند سالب متين وسبعين كانت كيمة الدلة كان عند السالب تسعين كيمة الدلة سالب واحد يبقى أنا وصلت للسالب واحد يبقى دي موجودة في المدى فقفلتها وبرضو الواحد بنفس الطريقة عند لما عوضت عن كيمة السين السيتة بتسعين وصلت للواحد عملت نقطة مقفولة يبقى الواحد ده موجود معنا في المدى بالتالي المدى من سالب واحد لواحد مغلقة عموما أي دلة جيب أكبر قيمة لها مهما حصل واحد وأصغر قيمة لها سالب واحد تعال بقى نشوف مثال على الكلام ده نشوف مثال بيقول إيه في المثال ده بيقول لي ارسم منحنة دلة دلة سيتا بتساوي اتنين جاتا سيتا حيث سيتا تنتمي لفترة مغلقة من سفر لتلتمية وإيه وستين ومن الرسم اوجد الكيمة العظمى والصغرى للدلة وكمان عايدين نعين المدى خد بالك هنا هو شرط عليك فترة محددة يعني مش موذاجنا بنيعمل جدول وناخد قيم بداية من السفر والغاية كام لغاية تلتمية وستين وممكن ناخد أي قيم في النص معنا تكون تنتمي للفترة بكتب فوق سيتا وبعد كده بكتب هنا دلت سيتا تلت سيتا دي مش أي أرقام أرقام محددة خدنا السفر لشان هو بداية الفترة ممكن ناخد في الطريق إيه تسعين كان ممكن لكتل تلاتين وستين بس أنا أثرت السكة شوي طيب وخدت مية وتمانين وخدت ميتين وسبعين وخدت تلتمية وستين زي ما بقولك كان ممكن ناخد أرقام كتير جدا ما بين السفر و تلتمية وستين بس أنا اخترت أرقام محددة أعرف أحسبها بسرعة بالآلة وتمثلها هيبقى سهلة على الرسم البياني نعرف منين دلت السيتا هنعوض عن السيتا بكام بسفر طب فوق هنا هتبقى دي جدا سفر مضربة في كام في اتنين جدا سفر فقط بالآلة هتطلع بواحد واحد في اتنين بإيه باتنين ولو مش عايد اللي أنا قلته ده اكتب في الآلة اتنين كوزين سفر اعملي ساوي تطلع اتنين تمام هنكتب ايه بقى هنطرع مكتب السيتا دي نكتب ده لها تسعين هتبقى اتنين جدا تسعين لو انت حافظها خير وبركة مش حافظها بالآلة هو جدا تسعين بكام يا أستاذ بسفر فاتنين في صفر يطلع سفر تمام هنعوض بالسيتا بكامل مرة دي بمية وتمانين ممكن بالآلة على طول أو ممكن اتنين جدا مية وتمانين هتطلع سالي باثنين هنعوض عن السيتا بكام بنتين وسبعين حكتب في الآلة ايه اتنين كوزين بنتين وسبعين هتطلع سفر آخر حاجة حكتب في الآلة اتنين كوزين تلتمية وستين تطلع باثنين يا أستاذ انت مش قلتلي بلي كده ان اكبر قيمة للدلة اللي اسمها ده اللي تجيب او ده اللي تجيب التمام كمان مش قلتلي هتطلع واحد وسالي واحد ها ماللي تلقيت اتنين وصالي باتنين هنا في الفترة دي ما دي مش ده اللي عادية ده نضربها في اتنين من البداية فلازم المدى بتاعها هيتغير هنشوف من الرسم يلا نرسل هنعمل المحاور تمام بنكتب على المحاورة أولي سيتا والتاني ده اللي تسيتا وحبدأ بالزوال هو إيه لها فقط سفر تسعين مية وتمانين ميتين وسبعين تلتمية وإيه وستين تعال بقى نحدد نقطة نقطة على الرسم سفر اطلع اتنين تمام سفر واطلع اتنين يبقى على المحورة تدلة عشان الاتنين بتاع تدلة سيتا تسعين وصفر يعني تسعين ولا تطلع ولا تندل يبقى على محور سيتا هي دي النقطة اللي اسمها تسعين وصفر مية وتمانين وسالب اتنين يبقى نتحرك في محور السيتا مية وتمانين درجة ونندل تحت سالب اتنين تبقى هي دي النقطة اللي بتقول مية وتمانين وسالب اتنين فين بقى ميتين وسبعين وصفر هنمتين وسبعين تاعت مين تاعت السيتا يبقى على محور سيتا هي دي اسمها ميتين وسبعين وصفر نشوف اخر النقطة تلتمية وستين ونطلع اتنين. هي دي النقطة. النقطة دي لما وصل بينها هتعمل لي منحنة الدلة اللي اسمها اتنين جاتا سيتا في الفترة المحددة. هي دي النقطة بتاعتنا ودي المنحنة بتاعنا. حل. رسمت الرسمة. بيقول لي من الرسمة بقى اوجد القيمة العظمى. يعني ايه قيمة عظمى? يعني اعلى نقطة رسمناها في الدلة قيمتها كام? طب هنا اعلى نقطة كام قدامها? اعلى نقطة هنا اتنين. وهنا برضو الكيمة العظمى للدلة هنا كام? اتنين. نكتب ان الكيمة العظمى للدلة بتساوي اتنين. طب فين اصغر نقطة في الدلة؟ فين اصغر نقطة هي نقطة دي اللي هي 180 وسالب اتنين. يبقى كيمة الدلة عندها بكام بسالب اتنين? يبقى هي دي اسمها ايه? الكيمة الصغرى للدلة. طب جميل جدا. بيقول لك بيها في المدى. طب ما عرفين يعني ايه مدى? من اصغر قيمة لأعلى قيمة للدلة يعني المدى بتاعنا هيبقى من سالب 2 لتنين فترة مغلقة يعني فترة مغلقة يعني كل القيم من أول سالب 2 لغاية موجب 2 هي دي القيم اللي ممكن الدلة توصلها طيب بعد ما مثلنا دلة الجيب ما تيجي نتفرج على دلة جيب التمام شكلها هيبقى عمل ايه في الرسم بتاعنا تعال نشوف كده بيقول ايه دلة طبعا جيب التمام يعني جتا تمام بيقولك لو دلة سيتا بيسوي جتا سيتا عايزين نمثلها بيانية زي اللي عملنا بالزبط في دلة الجيب هنعمل ايه هنعمل جدول وهنحط القيم من عندنا ها قيم من عندنا قيم للسيتا بعد كده نحسب دلة سيتا بكام طب أسهل قيم قلنا ايه زي ما عملنا بالدلة الجيب ممكن ناخد سالب تلتمية وستين درجة وسالب متين وسبعين درجة وسالب مية وتمانين وسالب تسعين وسفر وتسعين ومية وتمانين ومتين وسبعين وكمان تلتمية وستين قيم دي من عندنا وهي دي أسهل قيم نقدر نحسب قيمها بالقيمة حال عايزة أعرف بقى الدلة ساعتها تبقى بكام لو استيتا بسالب تلتمية وستين هنكتب في الآلة ايه كوزين سالب تلتمية وستين هتطلع واحد كويس هنكتب في الآلة كوزين سالب ميتين وسبعين هتطلع سفر كوزين سالب مية وتمانين تطلع سالب واحد كوزين سالب تسعين تطلع سفر كزين 0 تخرج بواحد كزين 0 بواحد آه تأكد بالقلم طيب كوزين تسعين سفر كوزين مية وتمانين سليب واحد كوزين متين وسبعين سفر كوزين تلتمية وستين واحد زي ما عملنا في دلة الجيب هنعمل في دلة الجيب التمام هنعمل محورين وقدر ما نكتب سين وصاد هنكتب المحور الأولاني سيتا والمحور الثاني دلة سيتا هنقسم المحور بتاع سيتا ده بالدرجات بتاعتنا أقسمناها على اليمين طبعاً بالموجب تسعين مية وتمانين متين وسبعين تلتمية وستين وعلى الشمال بالسالب وانا لقيت برضو أن أكبر كيمة هنا واحد وأصغر كيمة سالب واحد فحملت على المحور دلة السيتا اللي هو محور الثاني واحد بالموجب وواحد بالإيه بالسالب تعال بقى نمثل النقطة دي سالب تلتمية وستين وواحد تمام هندي سالب تلتمية وستين واطلع واحد أحط نقطة سالب 270 و 0 يعني ولا تطلع ولا تنزل يبقى عند السالب 270 تحط نقطة سالب 180 سالب 1 يبقى عند السالب 180 تنزل عند النقطة اللي اسمها سالب 1 سالب 90 0 ولا تطلع ولا تنزل 0 و اطلع 1 هي النقطة دي 90 و 0 هي النقطة دي 180 وسالب 1 هي دي 270 و 0 يبقى عند النقطة اللي اسمها 360 360 و اطلع 1 هي النقطة دي قبل ما ارسم هي دي القيم بس اللي ممكن نعاوب بيها ولا في قيم كتير طبعا في قيم كتير دي زي ده اللي تجيب بالضبط من سالب ما لا نهاية لموجب ما لا نهاية فلما بجأ ارسم بزودها حتة زيارة كلا بقوله فيه تاني و برسل منحانة بتاعي و اوصل لي هنا بقوله فيه تاني كويس لو لاحظت نفس الكلام بتاع دالة الجيب اعلى كيمة كام واحد يبقى دي اسمها الكيمة العظمى اقل كيمة كام سالب واحد يبقى دي كيمة الصغرى يبقى ممكن اقولك من الرسم الكيمة العظمى واحد والكيمة الصغرى سالب واحد وبالتالي نقدر نقولك ان المجال من سالب ما لا نهاية الموجب ما لا نهاية و ان المدى من سالب واحد لواحد فترة مغلقة يلا بقى نشوف المثال اللي جاي ده بيقول لي اختر الاجابة الصحيحة مدى تدل دال حيث دلت سيتا بتساوي جات نسيتا بيقولك اختار هل هو ركز بقى الاجابة رقم الف قص مجموعة سالب اتنين واثنين الاجابة رقم به قص فترة مغلقة من سالب اتنين لاتنين لجابة رقم جيم قص فترة مغلقة من سالب واحد لواحد لجابة رقم دال فترة مفتوحة من سالب ما لا نهاية لمالا نهاية احنا بتفين على ايه ان دلت الجيب او دلت جيب التمام المدى بتاعها من سالب واحد لواحد فترة مغلقة يعني دي مجرد النظر او نبص على المسألة دي وانت بتقول لي دلت الجاه يبقى خلاص الاجابة بتاعتي من سالب واحد لواحد فترة مغلقة يبقى هي الاجابة رقم جيم الفرق ما بين سالب واحد وواحد اللي هي اجابة جيم والاجابة ألف استنى ده الاجابة ألف ده قص مجموع يعني ايه قص مجموع يعني الرقمين بس لكن قص فترة يعني بدء من سالب واحد الى موجب واحد وكل الأرقام اللي بينهم يعني فعل أقل سالب نص وصف ونص وارقام كتير جاد ده يبقى الفترة غير المجموعة تيجي نشوف مثال تاني يلا بينهم بيقول ايه في المثال ده مدى تدل لدال حيث دل الستة تساوي اتنين جاستة هو ايه ومدك اختيارات بيقولك أول اختيار قص مجموعة سالب اتنين واثنين تاني اختيار قص فترة سالب اتنين واثنين تلت اختيار قص فترة سالب واحد وواحد ربع اختيار سالب ملا نهاية ومجم ملا نهاية هنا بقى بيشوفك انت حافظ ولا فهم ان شاء الله انا فهم فهم ايه انا عارف ان الجاة بتاعتي فقط المدى بتاعها من سالب واحد لوحد يعني ايه يعني القيمة الصغرى لدالة الجيب سالب واحد والقيمة العظمى مجموعة طب هيا دي اللي هم الدهاء لدالة الجيب بس ولا ضربها في اتنين لا ضربها في اتنين يبقى انا برضو المدى بتاعي حيبدأ من ايه حيبدأ من سالب اتنين لغاية اتنين ليه ما احنا اتفقنا هو المدى بتاع الجاة فقط الجاة فقط من سالب واحد لوحد طب انا ضربتها اتنين جاة بقى انا المدى بتاعه هيبقى هيضرب في اتنين يبقى سالب اتنين واثنين فترة ايه مغلق يبقى اللي اختاري رقم به الف ما ينفعش ليه ما احنا قلنا المدى فترة مش مجموعة يبقى هو الاختيار رقم به يلا نشوف المثال اللي بعده يلا بي بيقول ايه في المثال ده بيقول لي القيمة العظمى للدل دال حيث دالة سيتا تساوي تلاتة جاتنين سيتا تساوي كم بديني اختيارات بيقول لي الاختيارة الاولى تلاتة الاختيار التاني اتنين الاختيار التالت ستة الاختيار الرابع خمسة لو انا حافظ وحكلم بالحفظ واخلصنا اول ما بلاقي كلمة جاه القيمة العظمى بتاعتها واحد لا استنى المعلم هو مش حاصل ده اللي الجاه بس ده كاتب تلاتة جاتنين سيتا هي جاتنين سيتا بس قيمة العظمى بتاعتها واحد جاه خمسة سيتا واحد جاه سبعة سيتا واحد جاه اي زاوية سيتا بواحد ده القيمة العظمى طب هو حاصل كده ولا ضربها في تلاتة مضربها في 3 يبقى القيمة العظمى 3 في كام 3 في 1 يعني يبقى القيمة العظمى للدلة ديت 3 في 1 يطلع جواب كام 3 يبقى الاختار رقم 1 يبقى لو أنا حافظ أول ما هقول الجاه تقول لي 1 لا ده الجاه مضربها في 3 يبقى القيمة العظمى 3 تعال نشوف المثال اللي بعد القيمة الصغرى للدلة دال حيث دل السيتا تساوي جتا 4 سيتا تساوي كام عايز يعرف القيمة الصغرى مديك اختيارات الاختيار الأول يقول لك سالب واحد الاختيار الثاني موجب أربعة الاختيار الثالث سالب أربعة واختيار الرابع سفر على فكرة ده بمجرد النظر جتا 4 سيتا أنا ما يهمنيش اسم الزاوية أنا يهمني أن دي اسمها جتا يعني دلت جيب التمام وأنا عارف أن الكيمة الصغرى بتاعت دلت جيب التمام كم؟ طبعا سالب واحد طب الأربعة دي إيه؟ ده اسم الزاوية مش فرقة يعني هنا يبقى الإجابة إيه بمجرد النظر الإجابة هنا تطلع سالب واحد يعني الإجابة ألف قول تاني جتا 4 سيتا أنا مريش جاعة باسم الزاوية قياس الزاوية هنا 4 سيتا أنا عارف دلت جيب التمام الكيمة العظمى ليها كام؟ الكيمة العظمى ليها واحد والكيمة الصغرى سالب واحد أنت أنا قلت لي جاتا 4 سيتا خلاص هي دي كده دلت جيب التمام يبقى الكيمة الصغرى كام؟ سالب واحد نشوف مثال أخير يالله نشوف مثال بيقول إيه في المثال ده؟ بيقول لي القيمة العظمى للدلة دال حيصو دلت سيتا بتساوي اتنين جتا 3 سيتا ناقص واحد تساوي كام؟ ومديني شوية اختيارات الإختيار الأول بيقول لك واحد الإختيار الثاني سالب واحد الإختيار الثالث اتنين الإختيار الرابع خمسة بين وبينك المسألة دي عايدة طالب فاهم 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 نتعامل معها حتة حتة أنه بتتكلم على القيمة العظمى هي القيمة العظمى لدلت الجتا مهما كانت كام؟ واحد طب هو هنا كاتب في المسألة جتا 3 سيتا وضربها في كام؟ في اتنين جتا 3 سيتا بس القيمة العظمى بتاعتها واحد فواحد في اتنين يطلع اتنين ولسه هنترح منها ايه؟ واحد يعني القيمة العظمى هتبقى اتنين في واحد ناقص واحد طبعا اتنين في واحد باتنين ناقص واحد يطلع واحد مش فاهم قول تاني الجتا 3 سيتا القيمة العظمى بتاعتها واحد واحد مضروف في كام هنا؟ في اتنين ناقص واحد يبقى اتنين في واحد باتنين ناقص واحد يطلع واحد ويبقى ده الاختيار الصحيح بتاعنا ألف متى يقلي الكلام ممتع لو انت مركز وفاهم وان شاء الله تكون مركز وفاهم وكده المثال ده خلص وبنهاية المثال ده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة بس على فكرة احنا مثلنا دلة الجيب ودلة جيب التمام طب وفين دلة الزاه دلة الزاه مش منهجنا السنوات القادمة ندرسها سويا ان شاء الله في الختام سلام عليكم ورحمة الله وبركاته